السلام عليكم و مرحبا بكم في الدرس الرقم 16 من سلسلة اللغة العربية اللي سوف نرى فيه درس اسم الزمان و اسم الماكن و نطلب منكم التركيز في الدروس اللي كنت بليكم بالسيطة و تكون لديكم عندي واحد الفكرة لكن ضروري يجب أن تركزوا فيها لكي تقدروا في شكل جيد و لا تصيدوا فيها تلك الأسئلة اللي يكونوا على شكل فخوخ و عندما نطول عليكم في الهدرة ندوزوا القسم الصبورة و ندو الشرح بصراحة هذا الدرس ربما يبليكم سهل و الأغلبية لا يحاول نكمل الفيديو ولكن ضروري يجب أن تكون جزافة الحوايج اللي لا يعرفينه و تصيدوا فيهم في الامتيحة الكتابي أو في الشفاوي لذلك سوف نطلب منكم التركيز التام في هذا الدرس بش تأخذوا المعلومات الكافية و تكونوا مستعدين للامتيحة إذن بالنسبة للتعريف اسم الزمان و المكان فهو اسم مصق من حروف الفعل ليدل على زمان أو مكان حدوث الفعل إذن اسم الزمان أو لا اسم المكان فهو كنستقوه من الفعل يعني ما ينزيب كلمة أخرى فهو يكون مستق من الفعل باش يدل لنا على إسم الزمان و لا مكان حدوث الفعل إذن إنتظر لنا و نستقو اسم الزمان و لا اسم الأratos سواء من الفعل التولاتي أو من الفعل غير التولاتي وهنا قد نشوف السياغة دير كل واحد فيهم سوى من الفعل التولاتي أولا من غير التولاتي إذن أولا سياغة اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاتي يصعر اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بفتح الميم والعين معا ونعطي مثال ساعة مسعة إذن فاستدرنا لها السياغة على وزن مفعل فالفعل ساعة ولا مسعة إذن ولا اسم مكان كذلك لدينا فعل راما مرمى قراء مقرأ بداء مبدع إذا كاملين هذه الأفعال فتنقوموا بالسياغة ديالهم على وزن مفعل فهم كيتحولون لنق إما اسم زمان أو لا إما اسم مكان إذا هذه الطريقة صحيحة لسياغة اسم المكان أو اسم الزمان من الفعل التولاجي إذا عقلوا غير على هذه القيمة دياله هي مفعل فتح الميم والعين معا كينا قاعدة أخرى هي اللي كيتصاغ فيها اسم المكان أو اسم الزمان على وزن مفعل بفتح الميم وكسر العين في حالة إذا كان الفعل صحيح والمضارع دياله مكسور العين أولا كان كذلك صحيح ولكن فيه حرف من حرف العلة اللي هي الواو في الأول أولا فيه حرف من حرف العلة اللي هو الياء في الوسط هنا قد نعطي أمثلة لدينا مثلا نزل نقول منزل ماشي منزل إذا هنا قد نكسر العين إذا على وزن مفعل ماشي مفعل لدينا كذلك هبط ما هبط جلس مجلس هذا كان بالنسبة سياغة اسم المكان والزمان من الفعل التولاجي ثانيا سياغة اسم الزمان واسم المكان من الفعل غير التولاجي إذا كي تصعق اسم الزمان واسم المكان من الفعل غير التولاجي على الوزن دي المضارع دياله إذا نحن عارفين أن أحرف المضارعة اللي هي الهمزة والنون والياء والتاء هذا الأحرف ديال المضارع اللي كتكون في الأول نحن نحولها للميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر ونعطي مثال على صياغة اسم الزمان واسم المكان من الفعل غير التولاجي عندنا مثلا فعل انتظره إذا بس نصيغ منه اسم الزمان والمكان فنحن نحوله للمضارع دياله والمضارع ديال الانتظره هي ينتظره إذا من اللي نحوله للمضارع فنحن نبدل حرف المضارعة اللي في الأول اللي هو الياء ونبدلها بميم مضمومة ونفتحه ما قبل الآخر إذا ما سنقوله منتظرن إذا بدلنا حرف المضارعة الأول بميم مضمومة ونفتحه ما قبل الآخر اللي كانت مكسورة سنقوم بتقول لي منتظرن كذلك مثال آخر هدنا اجتماع ومضارع ديال اجتماع يعني في المضارع هي يجتمع ونفس الشيء كيف مدرنا مع فعل انتظره ونبدلوا هدك حرف المضارعة اللي هو في الأول بميم مضمومة ونفتحه ما قبل الآخر ونقوله مجتمعون وبقتلنا آخر حاجة في اسم الزمان واسم المكان اللي هي الإعراب بالنسبة الإعراب ديالهم فهو ممكنش سيعراب محدد الاسم الزمان واسم المكان هذه عقل عليها ولكن كيتعربوا على حساب الموقع ديالهم في كل جملة ونعطي بعض الأمثلة ماتاب محبوعة المثال موتقى 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 كلمة نادي اذا النادي كناعرفه هو عبارة على واحد الملجأ او واحد المكان حلقها رياضية يعني هي عبارة على مكان ذاك سلس من الاستققين كلمة منتقى فهي ولات اسم مكان وخبر مرفوع يعني اجاز قبل المبتدأ اثناء منتقى التانية ولا استسمت اسم زمان نفسي لانه تطبقات كلمة المساء احنا كناعرفه سواء مساء او للصباح او للدائرة فهو يدل على الزمان واسم الفعل المستقل من اسم مكان والزمان اللي يكون بعد منه فهو غير تسمى اسم زمان خبر مرفوع وعلمة رفعي الدم المقدرة مثال ثالث ان المكتبات مرجع طالبي العلم اذا مرجع هو اسم مكان خبر ان مرفوع وعلمة رفعي الدم الظاهرة على اخيره نفس الجملة ان المساء مرجع ابي من العمل اذا هنا مرجع هذا تعرب اسم مكان وكناعرف تعرب اسم زمان خبر ان مرفوع وعلمة رفعي الدم الآخرة هذه هي القصة بان اسم الزمان واسم المكان فهو عنده واحد الاعراب محدد يعني تقول تفاحد الكلمة وتقول هذه الصافرة اسم زمان يلاحب تلتي لها غير شي حاجة في الجملة تتحول لك من اسم زمان الاسم مكان ولا يرضي لك مرضى لبال من هذه القاضية يقدروا يعطيها لك المتحان الشفاوي يعطيك جملة فيها اسم زمان ويلاحب تلتي لها غير شي حاجة تقول اسم مكان ويلاحب تلتي لها غير شي حاجة وتقول لك تعرف فيها على اساس ان اسم زمان اذا سنكون هنا سنقوم بسرعة اسم الزمان واسم المكان كيف ترى هو درس سهل ولكن درس مخاضع بامتياز وإلا أعجبك كالطريقة في الشرح تنساش انك تدعمني بلايك وسبسكرايب القناة وتنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بيشي يوصل لماكسيموم للناس ومن هنا للدرس الجاي سنقول لكم إن شاء الله وفريوسكم والله يوافق